المترجم للقناة 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 جيب الماء ووفر لهم الماء المواطن احنا ماسحقوش اكميل هذو كولنقاري وسيدي احنا انا واحد من الناس ولا غالصا قلي في الباب بتاعه كامي وقلي بحالي كما تحب البلدية راه يتقول باللي راه عندكم الماء وإحنا الماء هذا غير موجود بشهر وبلو 15 يوم ما جيش قطرة هاتف بودن ملانتع 5 يطران والسيد هذا راه دير فينا مزيحنا ما جيناش باش كون ترى ذاك ولا ذاك احنا جينا علاجة المشكلة للماء نطلب من الدولة والسلطات المحلية ديرنا حل وتخلي سيد هذاء يعطينا الماء يرى ان نزبطه ما بلا توانا كيف نديره احنا يعني عادشانين احنا نطلب من السلطات المحلية يعني على كلها رئيس بلدية عاوننا كثيرو قالنا روح وجيبه واعطالوا قرار باش يعطينا الماء ليزود المواطنين بالمياه الصالحة للشروب فاذا بيقرار رئيس المجلس الشعبي بطلوه جماعا ومشعب كيفه واسترى المهم مهم حبسوا ذاك القرار ولا باتلوه امر بالاغلاق راهي جي العين بعد يومين بعد يومين يا ربي 20 دقيقة 20 دقيقة هذك 20 دقيقة لنا وضع البومباء ما كاشما يا ربي عمر بيدون 20 دقيقة والسيد هذا راه دير فينا الخير رانا نستغلوا منه الماء انا ملي لا مع هذا لا مع هذا انا راني مع كلمة الحق قول نطلب من السيد الوالي ومن السيد الرئيس هذا يجيبنا يوفرنا الماء نطلب من الوالي يدخلوا في اقرب وقت لان بلدية يشير قرية الاشبور مخمرة راههم في عطاش كبير عندهم الدبايب كين رستورات كين هاوي كين شجرة ماتت عندنا العنصر الحمد لله لو كين ما كانش هذا العنصر نطلبو ربي تسو بلونتار كين العنصر نستغلوه حقيقة السيد رئيس المجلس شعبي البلدي وبتاريخ 28 سبع 2016 قام يعني بترخيص باعطاء ترخيص للسيد والشيشة لتزويد المواطنين نعم بالمياه ولكن المصالح الموارد المائية قامت يعني بزيارة ميدانية ولحظت انه السيد هذا يقوم بالاستغلال المفرط للمياه وملء سهرج الخواس دون ترخيص وهذا الشي اللي كان يقوم به يخالف شروط الترخيص الممنوح له رقم 436 2011 لسيما المادة العاشرة منه استعمال المياه في غير ما يرخص له بها موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر